وعودة إلى الخبر الأبرز حيث وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثف لتنفيذ مشروعات هيئة قناة السويس جاء ذلك خلال اجتماع رئيس عبدالفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وخلال استقباله وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا شدد رئيس السيسي على ضرورة خفض تصعيد بقطع غزة فضلا عن رفض تعريض المدنيين لسياسات العقاب الجمعي من حصار وتجويع أو تهجير استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيدة كاترين كولونا وزيرة خارجية فرنسا وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد الجانبين أهمية الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية فضلا عن التنصيق والتشور المكثف بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك والذي انعكس خلال الأيام الماضية باتصالات هاتفية مكثفة بين السيد الرئيس ورئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون بهدف دعم وصون الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية وقد شهد اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر تطورات أبرز القضايا الإقليمية خاصة ما يتعلق بالتصعيد العسكري في قطاع غزة حيث عرض الجانب الفرنسي رؤيته في هذا الصدد مع الإشادة بالدور المصري المحوري في التعامل مع هذا الملف الإقليمي الحيوي بحكمة ومسؤولية من مختلف جوانبه السياسية والإنسانية وتم التوافق بشأن خطورة الوضع الحالي وتهديده لأمن واستقرار المنطقة وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع فضلا عن حماية المدنيين ومنع استهدافهم واحترام القانون الدولي الإنساني وقد أشار السيد الرئيس إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة وما يستوجبه ذلك من ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بتوفير الاستجابة الإنسانية والإغافية العاجلة لأهالي القطاع والتخفيف من وطأة معاناتهم مشددا في هذا الصدد على ضرورة خفض التصعيد فضلا عن رفض تعريض المدنيين لسياسات العقاب الجماعية من حصار وتجويع أو تهجير وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين توافقا كذلك على أهمية العمل الدولي الحثيث نحو تسوية القضية الفلسطينية من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية وبما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وقد اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على بيان حركة الملاحة بقناة السويس للعام المالي الفين واثنين وعشرين الفين وثلاثة وعشرين الذي أظهر زيادة أعداد السفن المارة بالقناة بنسبة سبعة عشر فاصل ستة بالمئة مقارنة بالعام المالي السابق لتصل إلى حوالي ستة وعشرين ألف سفينة وزيادة الإيرادات الكلية للقناة من سبعة مليارات دولار في العام المالي السابق بنسبة أربعة وثلاثين فاصل سبعة بالمئة لتصل إلى تسعة فاصل أربعة مليار دولار في العام المالي المنصرم ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الكلية بانتهاء العام الميلادي الجاري إلى عشر فاصل ثلاثة مليار دولار وقد شهد الاجتماع أيضا استعراض محاور ومشروعات تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي لقناة السويس بالإضافة إلى جهود الهيئة لتطوير وتحديث أسطولها البحرية وما يضمه من قاطرات وكركات حفر والتي تقوم بدور أساسي في تأمين المجرى الملاحي ومعاونة السفن العابرة للقناة وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بمواصلة العمل المكثف لتنفيذ مشروعات الهيئة في إطار استراتيجية تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس ومرافقها ورفع كفاءة بنيتها التحتية وذلك بهدف تعظيم قدرات القناة وتعزيز تنافسيتها والمكان المتفرد لها على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية بما يدعم جهود التنمية الشاملة في مصر التي تهدف لبناء دولة متقدمة وقوية في مختلف المجالات وتحسين مستوى معيشة المواطنين